لو انت سنوية عامة ادبية وحصلت على مجموعة من خمسين الى ستين في المية اكيد بتسأل نفسك يا طرى ايه كلية اللي ممكن تقبلني السنة دي في الفيديو دوت هجاوبك على كل اسئلتك اهلا بيكم من جديد بالنسبة يا شباب للمجموعة من خمسين الى ستين في المية الشعبة الادبية بداية لازم نقول ان بسبب اكتراب شرائح المجميع ما بين الفين تلاتة وعشرين و الفين اربعة وعشرين اه خاصة في النسبة من خمسين الى خمسة وسبعين في المية لذلك فان من المتوقع اكتراب وتشابه تنصيق الفين اربعة وعشرين مع تنصيق الفين تلاتة وعشرين اه في هذه الشريحة وهذا توقف على اعداد الطلاب المقبولين هذا العام بالنسبة للكليات المتاحة من مجموعة خمسين الى ستين في المية الشعبة الادبية السنة دي اه ممكن تكون كالآتي كليات السياحة والفنادق كليات التربية الرياضية بنين كليات الخدمة الاجتماعية انتظام وانتساب وكليات التربية النوعية الموسيقية وكليات التربية النوعية الفنية وكليات التربية الرياضية بنات وكليات التربية الفنية بحلوان بالزمالك على وطبعا على مجموعة كبيرة من المعاهد العليا الادارية والمعاهد العليا للسياحة والفنادي وبرضو معاهد عليا خاصة بالترجمة الفورية واللغات اتمنى لكم دايما كل توفيق ونجاح وبرحب دايما بكل استفساراتكم من خلال الكومنت اشكركم وإلى اللقاء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله